في غضون ذلك قالت مصادر خاصة لقناة الفلوجة إن عددا من منتسبي القوات الحكومية والميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار سيارتين ملغمتين استهدفتا رتلا لهم في منطقة البوشجل شمال الفلوجة وكانت القوات الحكومية مدعومة بميليشيا الحشد قد بدأت هجوما واسعا على منطقة البوشجل شمال المدينة حسب ما أفاد مراسلنا مضيفا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تلك القوات ومقاتلي تنظيم داعش على أطراف المنطقة